أزمة السمن النباتي والكوليسترول إيه علاقتهم؟ وشفت يعني هجمات كتير جدا في بعض الإعلانات بتنزل على بعض السمنة وكان في بعض الدكاترة من معهد القلب هي اللي كانت بتعملها أنا عايز عارف حقيقة الموضوع ده إيه برضو والحقيقة علشان نبقى منصفين السمن النباتي أو الدهون المهدرجة يعني لو إحنا هنصنف الدهون كده على حسب مدى فايدتها للجسم أو مدى ضرارها للجسم هي نسبيا أسوأهم لأن هي خضعت لعدة عوامل تصنيع بتؤدي في الآخر لزيادة في نسبة الكوليسترول وبعض الأحماض وممكن تتسبب في مشاكل في الشرايين على المدى الطويل أحسن أنواع الدهون هو الاستخدام المتعقل للزيوت النباتية زي زيت الزتون زيت الدراء أو زيت عباد الشمس بالإضافة للسمنة البلدي الطبيعي المظلومة معانا المظلومة لا الناس كتير كانوا يسمنا بلدي يعني في دراسة حديثة تعملت على عدة دول تابعوا فيها المرضى والأنماط الغذائية بتاعتهم وجد أن الاستخدام المتعقل للدهون الطبيعية زي السمن البلدي أو الزبدة البلدي أو الزيوت النباتية أفضل ألف مرة من استخدام الزيوت المهدرجة اللي خضعت لأكتر من مراحل تصنيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر